الآن رح نأخذ أمثلة على جوينت انتروبي المثال الأول إذا كان X, Y متغيرين أشوائيين مستقلين وكانت X تأخذ ثلاث حالات X تساوي 1, X تساوي 2, X تساوي 3 قيمة الاحتمال عندما X تساوي 1 هو 0.25 عندما X تساوي 2.25 عندما X تساوي 3.5 والY تأخذ حالتين Y تساوي 0, Y تساوي 1 قيمة الاحتمال عندما Y تساوي 0 هو 0.35 وعندما Y تساوي 1.65 المطلوب حساب الانتروبي المرتبط H of XY بما أنه بالمثال مذكور أن X, Y متغيرين أشوائيين مستقلين فإحنا مخيرين بالحل أما نستخدم قانون الانتروبي المرتبط مباشرة اللي هو H of XY أو نجد حاصل جمع الانتروبي المنفرد لX, Y, Y الطريقتين تعطي نفس الناتج بالضبط بهذا المثال راح نستخدم قانون الانتروبي المرتبط قانون الانتروبي المرتبط مثل ما عرفنا هو بـ Summation لحالات ال-X, Summation لحالات ال-Y, P of XY Log to 1 على P of XY واضح أنه عندنا مجهول اللي هو P of XY راح نحسب ال-P of XY بهذا الجدول نخلي الأعمدة لحالات ال-Y, Y0, Y1 بينما الصفوف لحالات ال-X, X1, X2, X3 حتى نحسب أي قيمة مثل هذه القيمة نجي ناخذ احتمال X يساوي 1 اللي هو ربع في احتمال Y يساوي 0 اللي هو 0.35 حاصل ضربهم يطلع هذه القيمة هذه منها جبناها 0.16 هي جاية من حاصل ضرب احتمال عندما X تساوي 1 في احتمال عندما Y تساوي 1 يعني 0.25 في 0.65 ويطلع لنا هذا المقدار وبنفس الطريقة نكمل مع باقي القيم الآن بعد أن نفتح ال-Summation راح يصير لابنا مجموعة 6 حدود فنجي الاحتمال الأول اللي هو 0.087 في 3.32 هذه للتحويل في لوق العشرة مقلوب الاحتمال زائد القيمة الثانية للاحتمال اللي هي 0.16 في 3.32 لوق العشرة مقلوب الاحتمال وهكذا بالنسبة لقيم الأربعة المتبقية للاحتمال بعد إجراء الحسابات اللي احنا معتادين عليها راح نحصل مجموع يساوي 2.39 والوحدة بت اللي هو قيمة الجوينت انتروبي مثال ثاني إذا كان X, Y متغيرين أشوائيين مستقلين أيضا نفس الشيء X بيها 3 حالات P of X يساوي 1 هو 0.3 X يساوي 2.2 X يساوي 3.5 بينما Y حالتين P of Y يساوي 0.3 P of Y يساوي 1.7 ومطلوب حساب الانتروبي المرتبط H of X, Y لهما أيضا نفس الحالة إنه ممكن نحل باستخدام أي من الطريقتين قانون الانتروبي المرتبط أو إيجاب حاصل جمع انتروبي X وانتروبي Y في هذا المثال راح نستخدم الحل بالطريقة الثانية وهي إنه H of X, Y اللي هو راح يكون H of X زائد H of Y نحسب H of X بقانون الانتروبي الاعتيادي summation i من 1 إلى 3 لأنه الـ X بيها 3 حالات P i log to 1 على P i فنخلي القيمة الأولى للإحتمال اللي هي 0.3 3.32 للتحويل log 10 مقلوب الإحتمال زائدًا الاحتمال القيمة الثانية زائدًا قيمة ثالثة للاحتمال ومن نكمل الحسابات يطلعنا مجموع اللي هو 1.4 والوحدة bit H of Y summation راح يكون حالتين لأنه ال-Y اللي هي حالتين Y تساوي صفر Y تساوي واحد أيضًا ناخد الاحتمال الأول قيمة 0.3 في 3.32 في log 10 1 على 0.3 زائد القيمة الثانية للاحتمال اللي هي 0.7 في 3.32 log 10 إلى مقلوب الاحتمال أيضًا بعد أن نكمل الحسابات يطلع لنا الناتج 0.87 والوحدة هي bit H of X Y هو حاصل جمع H of X زائد H of Y يعني 1.4 في 0.87 يطلع لنا المجموع 2.27 bit